لم نسمع صوت رشاد العليمي مؤخراً إلا حينما قال لن نسمح بأن يتم التطاول على السعودية والإمارات رغم كل الكوارثة التي حدثت للمنطقة لن تسمعي من رشاد العليمي أو من غير رشاد العليمي من الثمانية أو من الحكومة إلا كل الثنى والتقدير على أي شيء تقوم بهذه الدول ولن تسمعي منهم إلا هذا الكلام فقط لا غير لن يدافعوا عن بلادنا ولن يكون لهم موقف وهذا الكلام على مسؤوليتي وأمام الجميع أنا أتحداهم أن يعلنوا موقف لمصلحة اليمن خلافاً لما يريدها الكفيل ما يستطيعوا الكلام نقول هذا وإحنا زعلانين مش إن إحنا ذاعين نرى أنه زعلانين إن إحنا وصلنا إلى هذا الملحلة يعني في الجانب الآخر حتى نكون منصفي حتى نكون موضعي في الجانب الآخر لا يستطيع الحوثي أن يتقدم قيد أنم له نحو السلام إلا برضاء إيران حتى لو الحوثي لديها الرغبة في سلام حقيقي في اليمن والإيران مش كذا راضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر